عبد القادر سأل يقول أحيانا يكون هو في المسجد وأحيانا يطلب شراء سلعة معينة عبر الواتساب أو عبر تطبيقات المناديب ويشتري سلع وهو في المسجد ولكن المندوب في الخارج يستغل وقت وجوده في المسجد في شراء سلعة معينة يقول هل هذا من البيع والشراء في المسجد المنهي عنه هذا فيه تفصيل فإن كان قد عقد الشراء في المسجد فلا يجوز المساجد دور عبادة وليس دور للصفقات التجارية والبيع والشراء قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبن لهذا أما إذا كان مجرد طلب وليس شراء وإذا أتى المندوب سيذهب ويعقد معه البيع هذا يبيع وهذا يشتري فهذا لا بأس به لأن مجرد الطلب لا يضر وفي قصة كعب بن مالك مع حضر بن أبي حضر لما كان يتقاضاه دينا فارتفعت أصواتهما فأشار النبي صلى الله عليه وسلم على كعب أن ضع شطرة دين فقال كعب فعلت يا رسول الله الحديث الصحيحين الشاهد أن كان بينهم تقاضي دين في المسجد ومع ذلك قرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا فدل ذلك على أن الممنوع هو البيع والشراء وأما مجرد الطلب والتقاضي ونحو ذلك أن هذا لا يدخل في الممنوع وعلى ذلك فإذا كان مجرد طلب فلا يضر لكن المهم أنه إذا أتى المندوب لا بد أن يخرج خارج المسجد ويتمم عملية البيع والشراء أما إذا كان سيشتري بأن يدفع الثمنه في المسجد وسيشتري فهذا لا يجوز لأن المساجد ليست بمحل للبيع ولا الشراء في حالة الاعتكاف أحيانا يعني بعض المعتكفين تجدوا مثلا يشتري سحور أو فطور أو شيء من هذه التطبيقات التوصيل إذا كان شراءا لا يجوز أما إذا كان مجرد طلب فلا بأس كيف نفرق بين الطلب والشراء إذا كان سيدفع المبلغ مقدما ولن يعود له المبلغ بعد ذلك مع ذلك أنه قد يشترى هذا لا يجوز أن يكون داخل المسجد ما هو المخرج؟ المخرج يخرج خارج المسجد ويشتري حتى لو كان معتكف حتى لو كان معتكف هذا خروج حاجة أما إذا كان مجرد طلب يطلب طلبا فقط فإذا أتى المندوب يعقد معه البيع والشراء هذا يسلم وهذا يستلم فهذا لا بأس به البيع على أرصفة المساجد هل يدخل في ذلك؟ خارج المسجد لا يأخذ حكم داخل المسجد فالمسجد ما كان محاطا بسور المسجد أو برحبته يعني رحبة المسجد المسورة أما غير المسورة لا تأخذ حكم المسجد هكذا قال الفقه فإذا المسجد هو ما كان محاطا بسور المسجد وأيضا تدخل فيه رحبته المسورة بسور أما غير المسورة لا تأخذ حكم المسجد فما كان خارج بواب وأسوار المساجد لا يأخذ حكم المسجد أحسن الله إليك